في هذه الأثناء أغلق شبان فلسطينيون مقر الأمم المتحدة بغزة في تظاهرة احتجاجية بمناسبة ذكرى مرور وعد بيلفور وطلب المتظاهرون الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاه الانتهاكات الإسرائيلية وأكد اتلاف الشباب الانتفاضة وهو اتلاف شبابي فلسطيني أن جميع محاولات الالتفاف على انتفاضة الخص وإجهادها لن تنجح فيما شاركت قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي في فعالية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقطاع يجدد الفلسطينيون رفضهم للعام الثامن والتسعين على التوالي لوعد بيلفور ويلجأ بعض النشطاء هنا إلى أغلاق بعض مقرات الأمم المتحدة في قطاع غزة بشكل مؤقت للتعبير الرمزي عن غضبهم الفصائل الفلسطينية تسلم مذكرة استنكار لمكتب مفوض الأمم المتحدة عقب مسيرة شارك بها العشرات من الفلسطينيين دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة في الوقت الذي أصدرت فيه عدد من الفصائل البيانات التي دعت إلى استمرار الهبة الشعبية إلى أن تحقق أهدافها